طبعاً عندنا دائماً الإرهابي أنتع تامل راست يظهر أحياناً يظهر في أضرار وأحياناً في برج باجي مختار وأحياناً في تامل راست عاود يظهر هاهو هنا بش يدلك دائماً الضغط بل يرك تحت الإرهاب وباللي كون ما يحموك شهو ما الإرهاب يأكلك في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوة الجيش إلى آخر يسلم يوم أمس 4 سبتمبر إرهابي نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة ويتعلق بسيدي محمد العربي لادمي المكنة عقبة الذي التحق بجماعات الإرهابية إلى آخر وجب معاه مسدس رشاش أربع مخازن ذخيرة ثمانين طلقة ومبعد يزيد لك فيها التعليق إن مثل هذه العملية النوعية تؤكد من جديد على فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الشعب قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستثباب الأمد طيب وشن عمليات نوعية رأكم تقولوا سلم نفسه واحد رأكم تقولوا خلينا نصدقوا يعني خلينا نروحوا نوصلوا الكذب الباب الضار تقولوا سلم نفسه وشن عمليات نوعية هذه عمليات وهمية هذا نهب هذا مش إرهابي وما سلمش نفسه والواقع مش صحيحة كل ما هناك يجيبوا واحد يصوروه من الخلف وممكن يصوروه بلك رأم صوروه عشرين مرة بش يدو حاجة خمسمائة مليون ديرين في قوانينهم بش ينهبوه لأن من ميزانية الجيش كيف ينهى بالجنة؟ في عدة طرق منها قال لك كي سلم واحد يرهابي نفسه نعطوله خمسمائة مليون هذه في حداتها كارثة هذه معناها الناس إذا لكم صح هذه السياسة صح معناها لي ما يلقاش خدمة أو يروح يشري سلاح بعشر ملايين وعشرين مليون ويولي إرهابي ومن بعد يجي يسلم يدي خمسمائة مليون هذا استثمار كبير هذا هذا استثمار هايل لكن في الحقيقة هي مش صح هي هذا الخمسمائة مليون في الغالب اللي يمثل الدور يعطولو منها عشر ملايين خمسين مليون على حساب كل واحد ووش يعطولو ومرات ما يعطولو ولا شيء يديها قائد من ناحية العسكرية قائد المخابرات ثلاثة أربعة ضباط هذيك الخمسمائة مليون كل أسبوع يخرجوا ما بين واحد إلى خمسة كمعدل مرات يكونوا ثلاثة مرات يكونوا ربعة مرات يكونوا اثنين مرات يكونوا خمسة كل أسبوع وارجعوا الأخبار ومشوفوا إذن قائد من ناحية العسكرية السادسة عنده هذيك كل أسبوع رسميا تخرج من خزينة الجيش خمسمائة مليون على كل واحد يسلم نفسه يدي هو الجزء الأكبر والأبناء بنتاعة ونتاعة المخابرات ونتاعة ثلاثة ولا أربعة ضباط أخرين يتقاسموا المبالغ الأخرى هذه هي العملية هذا ما كان فلأنه لو جاء لو جاءت صح فهذه سياسة رهيبة رك تقول للناس ولوا إرهابين ورحون نعطيكم خمسمائة مليون لو جاءت ماش صح وهي ماش صح رك تنهبوا في أموال الشعب اللي هذا في الحقيقة مجهزة هنا ذهبا للجيش وعلى ذكر الجيش وصلتني هذه الرسالة وطلبت من أخونا أن يتأكد جيدا وعاد لي وتأكد وبالأسماء وشوفوا الإجرام ما حدث قبل الأسبوع ضد خوطنا المغاربة هذا رهي مستمر ويحدث يوميا مش يوميا ربما يحدث من حل آخر في كثير من الأماكن آخرها نقرأ لكم رسالة السلام عليكم ورحمة الله رسالة إلى أستاذ محمد العربي زيتوت وإلى كل أحرار الجزائر أمس قتل ضباط من الجيش شخصين في صحراء انزيزة بين عين صالح وتمن رست وهم أماد موسى أق طيوب دائما تلقى أغ معناها هذا أخونا تاركي أماد موسى أغ الطيوب وبخامي علي أق شاتن وقتلوا بقصف بطائرة وإلى حد الآن يجهل سبب قتلهم ومش معروف ماذا كان السبب الضبط لكن الناس يتساءلون هل يعقل أن تستعمل طائرة حربية لقتل مواطنها حتى وإن كانوا مجرمين وحتى ولو ما رسوا نشاط غير شرعي فإن هذا المفروض ما يكونش حوادث قتل المواطنين في أقصى الجنوب استفحلت في السنوات الأخيرة لأنه لا يوجد أي قانون في الصحراء وهذه الحوادث رهي جاية من وراها كوارث كبار إن من يقومون بقتل الشعب بدون سبب لم تتم متابعتهم قضائيا ولهذا أصبح قتل الناس بدون وجه حق حاجة عادية العام الماضي قتل شخص في إدلس بالرصاص من طرف قائد كتيبة الدرك الوطني بتزرك وقتل قبله العشرات من الأشخاص بجنات وعين قزام وتينزواتين وتيميوين والدبداب وتزرك وعينتاي وتيريرين وأمسمع وعين آكرو وكل الذين قتلوا من طرف عناصر من الجيش كانوا يعملون من أجل لقمة العيش في أعمال لا تشكل خطر على الدولة وكل ما يقومون به هو من أجل إعالة عائلاتهم وقال لي عسكري يعمل في أمقيد كم من مرة يقتلون أناس أبرياء ولم يتم فتح أي تحقيق وإذا كان أجنبي أو مهاجر غير شرعي يدفنونه في مكان قتله ولا يتم تبلغ عنه هذه الأعمال سأصبحت خطر حقيقي على البلاد وعلى وحدة الوطن وهذه الأعمال تبدو كأنها تمارسها قوة احتلال إلى آخره إلى آخره أصريت على أخونا هذا أن يأتيني بالأسماء وأن يأتيني بالتفاصيل بعد أن رسلني قبل يومين وقد يجد الناس ولو كان يروحوا إلى بعض المواقع يجدون أن أهاليهم كاتبين وش يقولوا؟ يقولوا وفاة كذا أو موت كذا أو في حادث خايفين مرعوبين وش يقولوا وش موى طبيعة الحادث أنا من هنا نوجه خطابي للمجرم شنغريح والمجرم هي صفة حقيقية أنا مش تبلغ ليك ما تلعبش بالبلاد أنت والجنرالات وكبار الضباط لرقم عاطينهم أوامر بإطلاق الرصاص بسهولة شديدة على الناس خاصة في أقصى الجنوب هذا عبث بمصير البلاد هذا يشكل نقمة شعبية كبيرة جدا غضب كبير جدا القوى الاستعمارية عندما تريد أن تدخل لبلد ما تترك قيادة ذلك البلد تتعامل بقسوة بشدة مع شعبها فيسهل لها الدخول كفوا عن قتل المساكين سواء كانوا جزائريين بالمناسبة جزائريين أو أفارقة كفوا عن قتل الأبرياء وما تقولوش هذه ميشة صحيحة إلى آخره صرات عدة مرات ومسجلة وصرات مظاهرات وصرات احتجاجات ولو كان عندي الوقت أن نجيبهم الآن وحدة بوحدة وصرات حتى في البحر ولدينا تسجيلات وقدمناها وكأن تسجيلات أخرى عن الناس آخرين وين قتل عدد من الجزائريين مرات يكونوا في أمنيسيا وأطفال في البحر من بحرية العصابة وطبعا آخرها كان مقتل اثنين من أخواننا المغاربة فنحن ندين هذا بشدة وسمعت أن واحد من الجزائريين قد قتل كرد فعل من مغاربة قتل جزائري في مراكش ودين هذا بشدة وقول السلطات المغربية أنهم مسؤولين على دماء أي شخص عندهم وأن هذا الجزائري إذا قتل انتقاما لأن عصابة عصابة البحرية على العصابة قتلت زوج مغاربة فهذا لا يجوز لا عقلا ولا شرعا ولا قانونا وأن حماية الجزائري أو التونسي أو الهندي أو الفيتنامي أو اللي جيم المريخ تقع على مسؤولية سلطات البلاد حتى لا تكون غابة فإذا تأكد هذا فأنا أدين بشدة كما أدنت قتل إخواننا المغربيين في حدود سعيدية وكما أدنت من قبل قتل السواق الجزائريين من طرف الجيش المغربي يجب أن لا يتم التلاعب بأرواح الأبرية خاصة أن هؤلاء ما زالكم تدعون أنكم مؤمنين وما كان لمؤمنا يقتل آخر أبدا وإذا قتله فالآية واضحة والحكم واضح بل أن الإسلام أمرنا بأن لا نقتل أي نفس كان مؤمنا أو غير مؤمن من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أي نفس ما زال المرء كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال الآن المرء في حل من دينه ما زالت الأمور يعني ما معنى الحديث ما لم يصب دما حراما قتل النفس البشرية بدون حق جريمة عظمى وفي حديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو اجتمع أهل الأرض وأهل السماء في قتل إنسان بريء أو قال مؤمنا بريء لا أحفظ الحديث جيدا الآن فإن الله سبحانه وتعالى لن يزعجه أو يعجزه أن يهلكهم جميعا فيما معنى الحديث